الكفر بالواقع هي صفة المثقف أو المفكر الأولى المثقف الكافر فقط هو الذي يستطيع أن يشعل لنا أضواء المستقبل كل من عدا هذا المثقف أو المفكر هم خفافيشة ظلام كنوا مع أصدقائي وهذه الحلقة عن الكفر الذي يجب أن نحتفل به ونضمن حق الجميع بأن يمارسه تحية طيبة أصدقائي الكفر بالواقع وتاريخه هي صفة المثقف الأولى ووسام شرفه وكلما زاد كفره زادت قيمته لماذا؟ لأن المثقف الكافر أو المفكر الكافر فقط هو سواء أن أعلن عن نفسه أو لم يعلن هو من سيشعل أضواء المستقبل كما قلت وينير الطريق إليه كل من عداه أشرت إلى هم يحاولون تعويق عاقته عن دخول في هذا الطريق وتكسير مجاذيفه بطريقة ومخرى لكن دائما كما يقول المتدين لا يحق إلا الحق فالمثقف لا يمكن أن يتراجع صداه ولا يمكن أن تتراجع أفكاره لأن التاريخ أثبت بأن كل فكرة مهما كانت لا يستطيع أحد أن يقتالها أو أن يتحرها الأفكار العظيمة المهمة الاستثنائية دائما وحتى الغريبة دائما تبقى وتثبت حضورها وتجد في لحظة ما في المستقبل من يتبناها ويستمر ويبني عليها ويحقق ما لم يتوقعه أحد ومسألة يعني عندما يتحدث عن مسألة المفكر أو المثقف وتحديدا المثقف هو مصطلح تقريبا ظهر بقرن الثامن عشر تاسع عشر هذا المصطلح هو تاريخيا وجد أصلا للوقوف بوجه الكاهن وطبقة الدينية أو المؤسسات الدينية كان هدف هو الدفاع الحق الإنسان والحياة وأن هناك حق آخر موازي أو مواجه أو يجب أن يحظى بالاهتمام هو حق الإنسان مقابل حق السماء وشياطينها السماء وملائكتها ورجال دينها ومؤسساتها التي تحلل وتحرم وتكفر وتبجل من تشاء أما من يستطيع ولاحق لأحد بأن يناقشها بأي شكل مشكال بعجة أنها الناطقة باسم المقدس بالتالي المثقف المفكر كان دائما هو المضحي بنفسه وبمستقبله وبراحة باله وحتى بحياته بسبيل أن يدافع عن حق الإنسان والحياة لهذا لا معنى لأن نقول من هناك متقف مؤمن بالعكس المثقف الكافر بالواقع كما قلت والواقع بما فيه من ماضي لأن الواقع هو الانتاج الماضي والانتاج ما حصل في الماضي فبالتالي هو الواقع دائما يجب أن يتغير هو مدفوع للتغير بشكل طبيعي لكن يجب أن نعيد فحص كل شيء جديد لدينا كل ما ورقناه من الماضي نعيد قراءته وتفحصه بسبيل أن لا نبقى جامدين وسط عالم يتغير كل ثانية وكل لحظة بشكل هائل سريع جدا سواء على مستوى الطبيعة أو على مستوى الطبيعة والبيئة والطبيعة ما فيها من بيئة وموارد أو على مستوى العلم والتطور لدى مختلف الشعوب نحن حالنا حال الآخرين نتطور بدلا من أن نبقى ماكثين أو نحاول العودة القهقرة إلى ماضي ولا قبل قرون بعيدة وما زال هناك من يحاول أن يستثمر هذا الماضي لضمان مصالحي على حساب مصالح ومصير الشعوب بالتالي أقول أن كلمة الكفر هي كلمة محترمة بمعنى أنها ليس بالمعنى أنها يضد الدين لا بمعنى أنه يجب أن لا نكفر ونغطي على الحقائق وأن نكون صادقين وصريحين ونطلق نرفع صوتنا عاليا باسم الكفر بكل ما هو منتهك لحقوق الإنسان الأساسية طبعا لا بد أن أقر بأن مفهوم الكفر ومفهوم متعارض يقبل الشيء ونقيضة ويحتمل كل تأويل وجدل وبعض المتدينين يقولون أن الإسلام لا يكفر الآخرين إنما يكفر من يحارب الله ورسوله والمجتمع وما إلى ذلك لكن هذا القول فيه تداخلات كثيرة بعد أن طلعت على الموضوع ووجدت بأنه كل من هو ليس على دينك هو بالضرورة كافر حتى لو كان سواء كان ديني أو لا ديني مهم أن يكون مختلف عنك ولو بالرأي فهو بالضرورة كافر أي أن المؤمن دائما يفترض بأن الحقيقة هي معروفة وهذا الافتراض يستجعي بأن يكون هذا المعروف معروفا من قبل الجميع أما من لا ينكر معرفته فهو لا يمكن أن يقال عنه بأنه إنسان صادق لا هو إنسان كاذب لاحظوا اللعبة الخطيرة التي الطريقة التي يفكر بها المؤمن والطريقة التي يقطع كل مجال لأن يكون هناك رأي آخر مختلف الحقيقة معروفة الجميع يجب أن يشعروا بوجودها من لا يشعر بوجودها هذا هو كافر يعني أنت تتخيل شيئا الآخر لا يتخيله فلا تقول لا يجب أن يتخيله لأنه ما دام وجد لديه وأنا مؤمن به وأنا أشعر به وأشعر بوجوده ويعني واثق منه كل الثقة يجب أن يشعر آخر وإن لم يشعر فهو كافر معنى الآخر غير غير معذور على الإطلاق يعني هو يعرف الحقيقة لكنه يكفر يغطيها ولا يقول ولا يعترب بوجودها بالتالي هو كافر وهذا على هذا الأساس يستحق القتل ويستحق العزل إن القتل إن ضفر به المؤمن أما أن لم يستطع فيكتفي بمقاطعته أو التشهير به أو القطع رزقه أو أي شيء يراه مناسب يعني ما أعرف هذا الغطرسة يعني قل الغطرسة الكاملة التي عندما تقول إنه هذا الحائط أبيض هو أصفر مثلا لكن أنا مؤمن بأن هذا الحائط أبيض وهو أصفر يأتي الشخص يقول لك لا هذا أخي أصفر يقول لك أنت كافر لأنك تعرف الحقيقة ولا تقول هذا الحائط أبيض أنا وألف واحد ما يقولون هذا أبيض أنت أتيت وهناك بعض المتسوسين والكفرة من أبناء الشيطان أو من حلفاء الشيطان يدعون أن هذا الحائط أصفر هي نفس الفكرة يعني سيعد المثال شوية يبدو ليس بالصورة التي يعني ملائمة لكنه بالعكس هي واضحة جدا لأنه عندما نتحدث عن أفكار وأقول لك أنا أعتقد بوجود شبح مثلا في الغابة وأنا أقول لك يا أخي ما في شبح يعني رحت دورة وتعال معاين دور لا لا هو موجود هو موجود يعني ما دعا تفعل له فهو يتهمك بعد ذلك بأن أنت كافر وهكذا هي العملية بالضرورة تطلع يستنتج الإنسان أن مسألة الإيمان والدين هي مسألة تختلق الحجج الحجج لكي لا تدعى لأحد أن يقول رأيه بنفسه هناك رأي واحد على الجميع أن ينضونه تحته حتى لو كان هذا الرأي وهذا الموقف وهذا الإيمان بشيء ما خارج المنطق وخارج العقل بالعكس ما دام خارج المنطق وخارج العقل يجب على الجميع أن يذعنوا ويأترفوا بوجوده لأن علامة احترافهم به هي علامة خضوع أنهم أقروا بما هو غير صحيح أو بما هو غير موجود أو بما لا دليل عليه فبالتالي كلما أنت أمعنت في إدلال الآخرين وأرغمتهم على أن ينصعوا لأقوالك ولأفكارك ولمعتقداتك أنت زادت هذه المعتقدات غرابة وفنطازية وميتافيزيقية وطوباوية كانت بها كانت أفضل هذا اللي يخلي الناس بالملايين جهلة خائفين رددين لا يكادون بدأوا يصدقون أهل الأكاذيب يعني بالضبط هي أشبه بحالة أخير يعني متلازمة ستوك هول لأنه هؤلاء ما دام أنت اختطفت المجتمع أرهبت أرغمت على الإيمان بأفكارك ومعتقداتك من جهة ومن جهة أخرى رفعت عليها السيف والصوت يعني ليس أمامه إلا إحدى أثنتين مع الزمن الذين قاوموا ورفضوا قل عددهم وتم تصفيتهم ومع الزمن أصبحت أصبحت الأغلبية العظمى هي مع التيار الذي أنشأه أو الدين أو الحركة التي أنشأها هؤلاء الذين يدعون أن الحقائق يجري تكفيرها لكن في الحقيقة هم يكفرون على الحقائق ويغطونها ويرغمون الآخرين على تغطيتها وخاصة من كبار القوم أو كبار رجال الدين هم يعرفون هذه الحقائق جيدا ويقول لك علينا أن نلجم العوام عن الخوض في علم الكلام المهم هؤلاء العوام هم أشبه بمواشي جياد مجموعة من الخيول الغير مروضة يجب أن نلجمها ونضع عليها الرسن أعتقد اسم الرسن الحبل على فمها ونسوقها أينما نشاء ونضع عليها بحيث ترى في اتجاه واحد فقط لا غير طوال حياتها لا تلتفت لا يمينا وحتى لو التفتت لا ترى لا ترى العالم أين وصل من اليمين ولا ترى العالم أين وصل من اليسار يعني لا نرى الغرب إلى أين وصلت ولا نرى الدول الشرق عاسية إلى أين وصلت بعد أن أقرت بوجود عالم جديد مختلف وأن خرطت في سلك الحداثة ولم تقاوم أزاحت معتقداتها القديمة جانبا واجعلتها مسألة لها علاقة من الخصوصية ودخلت في خضم الصراع الصراع الثقافي والحضاري ولم تدخل في خضم الصراع الدموي الديني التصادمي مع الآخرين لا قالت هذا أشياء عظيمة ممتازة نأخذ منها نشاء ونخلطها بتجربتنا ونجد ما هو مفيد بدلا من أن تصادم بالتالي أرجع على مفهوم الكفر الكفر هو مفهوم متعارض يقبل الشيء ونقيضة كما قلت وعلى هذا الاساس لازم أن أوضح ماذا أقصد بالكفر أنا أقصد بالكفر معنى الكشف المعرفي وليس معنى التغطية اللغوي اللي هو كما نعرف أنه معنى الكفر هو ما تغطية الشيء لهذا لهذا السبب أنا أعتبر أن الكفر هو الآن مفهوم هو واجب يجب أن يفتخر به كل إنسان وأن نقوم به جميعا حتى لو كنت مؤمن أنت يجب أن تكفر بإيمانك وبعد ذلك إذا أشأت أن تعود إلى إيمانك لا بس لكن لا بد أن تكشف عملية الكفر هي كشف عكس الفعل الذي ساقه الدين كما قلت أنه يتهم الآخرين بالكفر بالحقيقة هو الذي يكفر هو الذي يكفر الحقائق ويصوقها بطريقته بحيث يجب للآخرين على أن يكفروا بالواقع أشفى بثياب الإمبراطور هو يقول لك هذا الإمبراطور يرتدي ثيابا فاخرة يأتي الطفل ويقول يا أخوان أنتم بالآلاف تلقفون وتصفقون الإمبراطور لكنه عار أنا أشوفه عار طفل العيون لا يمكن يعني مشاعره دقيقة وبريئة لا يعرف كيف يكذب يعني أنا أيضا بطفولتي أيضا أستغرب الناس الصلي والصوم ورد شو الشي الموضوع ويتحدثون عن ملائكة وأن هناك أشياء أنا ما شو الشي فقد تسأل أين هذه الأشياء ما هو الله من هو الله يقول هناك إله يجب أنتم أقول أوكي ما يخالي بس فهم هو وين زين ليش ما موجود يعني زين هذا النبي كيف أجدت رسالة هو كان موجود أشياء غير مفهومة يعني فأطبق نفس الطفولة بعد ذلك يقول يقول لك اسكت لا سوف هنا مشكلة يعني خليك سوال فكرة راح تودين بدحية فخليك المهم هكذا الأمر هو فبالتالي الكفر الآن هو أعتبر جوهر الثقافة أعتبر أن إنسان لا يكفر هو إنسان فاقر لأهم صفاته وأن يكون حرا في قوله وعمله وفعله ولسانه وإنسانيتي لأنه لم يكن إنسان حرا لا معنى لإنسانيتي ما معنى أن يكون إنسان يفقد هذه الصفة الأساسية والإنسان الذي لا يصرح ولا يقول رأيه ولا يطرح رأيه الخاص ويدافع عن ذاته لا يوجد أشرف من الدفاع عن الذات واستقلاليتها وقدرتها على أن تقدم ما ينفع الآخرين كما تشاء وكما ترغب أما أن يتع أحد ويعتبر هذه الذات هي كفر وقبس من قبسات الشيطان أو بث من بثوس الشيطان هذا شيء أو يعني من بقايا الشيطان ويجب أن يقاومها وأن هذا النفس أمار بالسوء فهذا أمر يجب أن يتوقف ويجب أن يعتز إنسان بكفره وباعتبار هذا أن هذا الكفر هو واحدة من أهم صفاته الكفر والشك والتساؤل والتدقيق وعدم تقبل أي شيء هو الشيء الذي يجب أن نتصف به جميعا وهذا هو الطريق الصحيح الذي يجعلنا لا نسمح لأحد أن يستغفر لنا ويضحك علينا ويقول أن الإمبراطور يرتدي ثيابا فاخرة هذا شيء يجب أن نقول ونفس الحالة أن هذا رجل الدين يتحدث كلاما عظيما ومهما بالحقيقة ولا يقول شيئا مهم يقول خلام غبار لغوي كلمات غامضة مفاهيم لا لأحد يأرف معناها يتحدث عن التوحيد ولا يأرف ما هو التوحيد ولا يعرف ما هو التوحيد يتحدث عن الله ولا يقول لك ما هي مواصفات الله ولو ينسجم مع حاجات الإنسان المعاصر يتحدث عن الإنسان وهو الإنسان مضطهد ويقول لك أنت لسه بإنسان أنت عبد وهذا هؤلاء يتحدثون لك عن حقوق الإنسان هؤلاء كذبة يجعلون أن يجعلون الإنسان الذي فيك عبدا للإنسان الذي فيك بينما هو يقول لا أنت يجب أنت بأكملك تتحول إلى عبد لرجل الدين للإله ومن يمثله من رجال الدين يقلبون الأدوار الكفر يصبح إيمان والإيمان يصبح كفر وكذلك العبودية تصبح خرية والحرية تصبح عبودية والكذب يصبح صدق والقتل يصبح جهاد وثواب وعقاب كل شيء يقلبون وهذا القلب هو مقصود يعني عندما يقلب الدين غير منطقي لا الدين هو نظام سلطة ويستبداد ويشرس وهذا النظام أنا ما أدينه لا بالعكس كان طريقة الوحيدة للسيطرة على الناس والتحكم بما أعترف بهذا وكان مفيد لكن الآن مضر في الصورة القديمة أن يبقى على الصورة القديمة هذا شيء يجب أن نتوقف عنه يجب أن لا نستمر بهذا الطريق هذا الطريق مدمر ونرى بأنفسنا كيف هو مدمر الآن الدين يرفض كل شيء الحركات الدينية ترفض كل شيء ومع هذا تدعي بأنها هي الدين الصحيح ما هو الصحيح يقول لك لا الصحيح أنتم كلكم كفر وأنتم لا تجدون الطريق لا تفعلون ما ينصح به الدين هناك دين يقول لك هذا الدين هو الصحيح الذي يجعل المحبة والسلام والصالح العام لكن المشكلة الطغاة الفجرة الاستعمار الكذا يا بأ وين الدين راونية فضل لا هو يتحدث بهذا الكلام الهلامي المثالي أنه الدين الصحيح وكذا وكذا أخي جربني دعني أرى الأمر على أرض الواقع لا هو يتحدث لك هذا الدين وكذا وكذا وأنتم لا تفهمون الدين الصحيح أنتم تودون الانحراف والانحلاف أخي ما نريد أحنا يجيب لي يا دين الصحيح لا تحدثني كلام طويل عريض هناك فرق بين النظرية والتطبيق النظرية مجرد نظرية كلام لكن على أرض الواقع يعني أنت تتحدث عن شجرة جميلة رائعة وكبيرة وهذا وارفة الضلال وثمارها من أفضل الثمار لكن أنتم هذه الشجرة لا تسمحون لها بأن تنمو وتترع وتنشر خيرها على الجميع أخي لكن هذه الشجرة أين تزرع هذه الشجرة ليس هناك أرض لزراعتها لا يمكن أن تزرع حسنا جربنا زراعتها آلاف المرات لكن هذه النتيجة يقول لك لا هناك أعداء وهناك من يحاربون هذا الدين أخي إذا هذا يحاربون هذه الشجرة إذا ما أعتقدر على المقاومة فإذا هذه ليست شجرة جيدة يجب أن تكون لديها قدرة على المقاومة ويجب أن تكون ما دام الشجرة كاملة ومكملة وقادرة على مقاومة كل الجراثيم وكل الآفات وكل الرياح وكل الظروف فبالتالي هي العلة في الشجرة في الشجرة في الدين الصحيح مالتك الدين الصحيح لتدعيه هو مجرس شعار يضحكون بها على المغفلين ويستغلونهم ويعني كالحمار يربطون على رأسه عصى على رقبته عصى ويجعلونه يسير خلف الجزرة وهو يسير وجزرة تسير عمامه إلى ما لا نهاية هذا هي الحقيقة فكرة الدين الصحيح أيضا ما هو صحيح لا يوجد شيء اسمه صحيح ليس هناك في الطبيعة في الكون في وجود مفهوم الصحيح مفهوم الصحيح مفهوم مطلق لا وجود له مفهوم إلى علاقة بالرياضيات مسألة نظرية theoretical theoretical فما تقدر والدين أيضا ما هو الدين لا تعرف ما هو الدين أنا عندي حلقات أدعو به عادة تعريف الدين ومفهوم ما هو الدين وأقول أن الدين هو الجماعة البشرية والقطع البشري وهو يتجسد بمجموعة من الشراء والنظم التي تنظم العلاقات بين جماعة معينة من البشر سواء سواء لحمايتهم والتعاون فيما بينهم أو الدفاع عن نفسهم مع الآخرين وهذا الدين يتشكل بأشكال مختلفة بالتالي أنا أقول يجب تشريع حق الكفر الكفر هو باختصار هو جوهر الثقافة وهو صحيح بالدين هو حرام لكن أنا أتحدث أن الكفر في الثقافة والألم هو من أفضل الحلال دين البأث النووي في سنوات الأولى كان يتهم الآخرين بالكفر فالسؤال لماذا لأنهم كانوا يحجبون الحقيقة وبالفعل هو هذا الذي نفعله الآن يعني الآن يفترض أن نخرج ببأثة جديدة بأثة مشعارها الدين شعارها دين العلم دين الوعي دين الحرية دين حقوق الإنسان هذا الدين الذي نحتاجه الآن الدين القديم موجود نأخذ منه ما يتوافق مع هذه المسألة ونترك الباقي للماضي لأنه جزء من الماضي ما يصلح ما أحاضرنا أهلا وسهلا الرجال الديني يتحولون بدلا من هذا الدور القذر الذي يمارسه بحق الناس والاستغلال البشع نحول هؤلاء نستثمرهم لان نسيء إليهم نقولهم تعالوا بدلا من أن هذا الجهل الليلة نهار تؤذنون وتلقنون وتخسلون الأدمغة من الصباح إلى ليلة نهار في الشارع وزقاق تعالوا أعملوا في تنوير الناس وخلصونا من هذه المشكلة أنتم عملكم مستمر وسيذكر لكم الناس جميلكم في المستقبل أنه أنتم وهم أيضا رجال الدين أولادهم عوائلهم أيضا راح يتطورون ورح الكل سينال حظه من المستقبل حظه من الحياة الحرة الكريمة كما هو حال أغلب الشعوب العالم حاليا بالتالي أنا أقول يجب تشريع حق الكفر بكل شيء وخاصة هذا الشيء الذي يخشى الناس مناقشته وهذا إن لم نفعل هذا فسنصبح مطية لخرافات الماضي وليس من الكاشفين للسخافات هذا الماضي وهو فعلا هذا الحال الآن كما قلت المشكلة معنى الكفر الأصلي هو نقيض معناه الآن تماما كان أهل مكة هم الكفار أما الآن فهم كل من يرفع الشعار الآن كان أهل مكة هم الكفار الآن كل من يرفع الشعار الكفر هو الكافر بالحقيقة كما قلت انقلبت العيات لأن الأبارة كما قلت تقولبت وحتى فسدت وباتت بضاعة تباع وتشترى بأعلى الأسعار من هنا تصبح الثقافة بمختلف أشكالها فنا أو دينا يعني ما كان نوع الثقافة ممكن تشكل بأشكال مختلفة تصبح هذه الثقافة ثقافة كفر بكل شيء ولا أعتبر أن نحن جميع علينا أن لا نعتبر إنسان مثقفا أو مفكرا أو منورا ومتنورا من لا يكون الكفر بكل بكل متقولب وكل كافر للحقائق المدروسة الصحيحة التي يراها جميع بعينهم هذا يكون شعارها الأكبر ليس مثقفا من لا يكون الكفر شعاره الأكبر الكفر الثقافي العلمي الكفر بالخرافات بالدجل الكفر بالكذب الكفر بالعدام الأخلاق الكفر بمن يشتم هؤلاء يشتم ويسب حجة المقدسات حجة محاربة الله ورسوله وين الله ورسوله يعني هذا هذا كلام يجب أن لا يمر ولا يسمع به أنا أقول ليس مثقفا من لا يجلس الماضي على ركبته خلف قضبان الحاضر يجب أن يلقي به هناك خلف قضبان الحاضر يصبع الحاضر هو قفص و لكل ما يتعلق بالماضي السيء الذي أنتج لنا ما أنتج من مآسي وحركات وإصابات وميليشيات وتفجيرات وقلاق ومشاكل علينا أن نبدأ بإجلاس هذا الماضي على ركبته وخاضعا ونحصره خلف قضبان الحاضر ونبدأ بعد ذلك بإلقاء قائمة التهم ضده وإطلاق السهام عليه السهام العلم والمعرفة والفكر والنقاش والحوار الحقيقي وليس المنعضرات التافهة التي يضمح بها كل طرف بالتغلب على خصمه كما تفعل ثيران فيما بينها ليس مثقفا بالتالي من لا يسمع أجوبة المتهم ومحاميه ويشكك بكل دفاع يذود عن نفس المجرمين ليس مثقفا من لا يتسلق على أسوار المحرمات كلها ويفقع عين الوحش ويطرح للنقاش ما يخشى الجميع مناقشته ليس مثقفا من لا يجعل الكفر بالخرافات وبكل واقع سلوكا يوميا الثقافة ولا تبدأ إلا بالتكفير وبعد ذلك يبدأ التفكير أن نفكر ونقول قولنا وليس رأينا فقط بحرية كاملة هذا هو المبدأ نعرف يعني طبعا الكفر في الدين كما قلت هو من أبغض الحرام لكنه في الثقافة والعلم هو من أفضل الحلال وكل حزب كما يقال بما لديهم فرحون والحقائق والحقائق الآن تتكشف يوميا وبات واضحا أن المقدس هو المدنس وأن المدنس وعده هو الذي يستحق التقديس ونحن نشاهد أيضا أن كل أمة كل أمة تبتعد عن مقدساتها ترتفع أخلاقها ويحالفها التوفيق صدقوني كل أمة تبتعد عن هذه المقدسات التي تحتز بها وتقول هي تقاليدنا الرائعة ومقدساتنا كلما ابتعدت عن هذه المقدسات كلما ارتفعت أخلاقها وكلما حالفها التوفيق في المستقبل باتجاه المستقبل كل أمة بالمقابل تقترب لمقدساتها وتحتضل مقدساتها وتدافع عنها تزداد فسادا وتنحط أخلاقا بطريقة يبدو فيها وكأن المقدس عملة لا تجلب معها إلا وجهها الآخر أي المدنس الذي تحاربه وهي تعلم أنها لا تحيى إلا بفضله الخلاصة أسأل كل واحد قل لي حجم المقدس الذي ينطوي داخلك وتؤمن به وسأقول لك كم أنت فاسد ومدنس وفاقد للوعي ومحارب ليس لله ورسوله محارب لمستقبل آلاف والملايين من البشر الذين أحلمون بواقع أفضل لهم ولأولادهم ولأحفادهم شكرا جزيلا منصور الناصر شكرا جزيلا منصورة المساعدة